أستاذ سمر من القاهرة فضلي أستاذ سمر أيوة السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس أنا حلمت حلمي أن أنا مسافرة رايحة سفر يعني زي اسكندرية وكده العين السخنة المهم كان معي ابني ومراته وبنته ولد صغيرين بولاده دخلنا شليه لأنه جميل جدا ومنور وحيوه جدا البنت دخلت فيه نامت كانت عابة نام المهم نسيبناها نامة وقلنا نشوف إيه شليه أصغر بعد كده رحنا شليه دخلناه لأنها ضلمة خالص وعليها عنكبوت والسرير مش نجيف الغضة مش نجيفة خالص خالص ضلمة كله ضلمة في ضلمة كده ولقيت أختها اللي هي رحمة نايمة علي أخت دي ميتة يعني نايمة على السرير نايمة على السرير وما حسد نايمة وما حسدتش بينا خالص هي ميتة أخت دي بس بعدين دخلنا بقى ما عجبتناش القوضة خالص خليكي معامة يا فليشة طب ماشي أنا مع حضرتك أنا معاك تمام خلصي بعد كده آخر رحنا بقى ما دخلناش القوضة عشان كلها مقينة عنكبوت ووسخة خالص خالص والفرشي أسود والكنبة سودة والسرير كل حاجة وحشة طبعيني يا أستاذ أخت دينا عملت لها حجة يعني طب طبعيني يا أستاذة سبر السفر السفر بيدل على الرزق أيوة بدل على الرزق وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أو لم تكن أرض الله واسعة تواجروا فيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ده رزق أيوة بس والنوم ما شوف الميت نايم إذ يغشيكم من عسى أمناتا منه سنم يكون نايم بيكون بينام يستريح وهذه الراحة تدل على أن الله رضي عنه ولما أشوف أننا في مكان منور ده هداية من ربنا والمكان المظلم أننا ممشيش في حاجة خالص طريق وحش خالص لأ أنا حدني مع ربنا وسيدنا النبي لأن ربنا قال كده الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم والطغطوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات أننا ما أشوف النور الأولاني أننا أهتدي بيه على طول دايما في رزق حيجيه في طريق للهداية أيوة طريق للهداية في عندي رصيد أم لا الكتاب بتاعي كل يوم أيوة أول مصحة من نومي قبل ما نختم الحلقة شوف سيدنا نبي بقوله صلى الله عليه وسلم باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتقطاه أتصدق أيوة بأقل شيء ربنا هيأبني أذكر ربنا مية هاخد ألف حسن مية الصبح كده هاخد ألف هذكر ربنا ألف هاخد عشر تلاف ده رصيد لسه أنا باعده كده يوميا هصلى على سيدنا النبي مية ربنا هيصلى علي بها ألف ده رصيد لسه الصبح ياخد هصلى على سيدنا النبي ألف لم يامد حتى يبشر بالجنة ده رصيد باخده الصبح آه كتاب بتاعده لن يعود إلى قيام الساعة فنأم لا صلى على سيدنا النبي حلقة للأمان الكامل ذكر ربنا صدق عليك على اشتركوا في القناة